بالنسبة للمرأة أخي ما في بكل الكرة الأرضية ولا في أديان مع الاحترام للكل لأديان ولكل الأشخاص ما هي شيء احترم المرأة قد الإسلام والمسلمين يعني المرأة بالإسلام أخذت الحقوق الأعلى طيب رح أنا أرناقشك بهذا الموضوع إذا بيسمح لي صفوق يعني المرأة أول شيء عندك أنت يعني تشترى أنت بعقد نكاح بس ممكن تحط كتم لأنه فيه صوت صدق ما عندي صوت صدق أنا صوت الهوى معنات الفن والخياطة حطت كتم يلا أول شيء أنت ما عندك شيء اسم عقد زواج في الإسلام أنت عندك عقد نكاح فما استمتعتم به من النساء فآتهن أجورهن فريضة المهر في الإسلام هو الاستحلال الفرج ولذلك قام فقهاء الدين الإسلامي يعني الرجل إذا امتنعت زوجته عنه في الفراش يحق له أن لا ينفق عليها ليش بده ينفق عليها إذا يعني إذا معها بتكون معه في الفراش ما في داعي حتى إذا ماتت شيء إذا ماتت المرأة كفانها على أهلها مو على زوجها ليش لأنه ماتت معد يستفيد منها في النكاح هذا أول تكريم ثاني تكريم اغتصاب المرأة إذا رفضت العلاقة الزوجية أو تلعنها الملائكة تلعنها الملائكة تضرب إذا رفضت زوجها بعدين بيدعس بنص قلبه ويروح بتزوج ثلاثة هاي كمان من أوجه التكريم المرأة والكلب الأسود والحمار يقطعون الصلاة يعني المرأة نجسة تنجس الرجل فوين أنت التكريم يعني وين وجوه التكريم أنت 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 لما أبوك بيروح بيدوس بنص قلب أمك وبروح بيتجوز عليها مرة وتنتين وتلاتة أنت لو فيك أنت إنسانية ماشي الحال تجاه أمك بس تجاه أمك كنت أنت ما قبلت هذا الشيء على أمك كيف أنت بتقبل أن أمك اللي ربتك اللي سهرت عليك اللي بكت عليك لما مرضت يروح أبوك يدعس بنص قلبه وروح يتجوز عليها وحدة وتنتين وتلاتة قمة التكريم شيل فتاح المايك فتاح المايك عب تحكي بالطاحون لأني فتاح المايك موسكر الكاميرا فتاح المايك شبك انصدمت تفضل عزيزي لا ما انصدمت أول شيء زواحي ضرب مرأة اللي كانت زوته ولا غيره أسل الإسلام أصلا لأنه بالإسلام ما فيش اسمه ضرب المرأة لا فيه أنا بجيب لك آي اسماع لا تكذب لا تكذب أخي أبو حسين ما احترامي لا ألاك معلش فيه آية قرآنية والتي نعم والتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن قطعنكم فما بعرف شو إن الله غفور الرحيم هاي ضرب ضرب واضح أمر ضرب طيب أنت عرف إيش النشوز يعني إن خفتم نشوزهن يعني أنت النشوز هي أن تعلوا على زوجها يعني أنه ما تطيعوا هذا هو على فكرة أبو حسين أخويا أبو حسين أقول لك شيء أبو حسين بس أقول لك شيء هم قالوا ضرب يعني بس سواك هل تعلم لو تضرب مرتك بالمدفع أو بالعصايا أو بس سواك الضرب هو الضرب كاسر للمعنويات ولكن في اللهجة البدوية الصحراوية لا يوجد شيء للمشاعر بل للورم ولكسر العظم فقط أما المشاعر لا يكترثون لأمر المشاعر فيقول لك الضرب بس سواك هم ما يرخزون على المشاعر لأنه أنا أضرب مرتك بالمسواك ولا بالمدفع نفس الشيء نفس الأساس طبعا يعني سؤال دي سألك سؤال يعني مثل الحمار مثل الحمار إذا كان راكبه صاحبه وحرن بيضربه مشان يمشي هيك نفس الشيء لا هذا التشبيه مموجود لأنها أنت عابد تشبيه من حالك أنت من وجهة نظرك بالإسلام ما في شيء تأخذ بالمشاعر ليش بتضرب مرتك إذا خفت نشوز مرتك ليش تضربه ليش النشوز غلق ليش مرتك ما بتدقك قتلي إذا أنت نشزت ليش مرتك ما بتدقك قتلي إذا أنت نشزت بحق الله تفك العقد إذا أنا كنت مخل لا بتلازم تضربك لازم تضربك لازم تضربك بالشروط والقواعد اللي بخصة بالإسلام أنت لازم تاكل أتلي منه متل ما هي بتاكل أتلي منه لا 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 حتى تجحيش المرأة لما تطلق ثلاث مرات لازم ينكحها رجل رابع ليش ما هو الرجل لازم ينكحه رجل ثالث وبعدين ترجع له مرته لأنه هو السبب لازم أنت تنكح منه li 제가 이 الحاكيم من وين جاي بها الحاكيم 지난 تي الله أنت ما لك عارف ش 如果 لا لا لك عارف شي جيب لي كلمي وحدي بالقرآن الكريم بتقول فيها كلمة تجحيش الآن هلأ أعطيك لا لا تجحيش سمر سمر لو يسمح Ты عندما تزوج بدك غشاء بكارا بليلة الدخرة من مرتك طيب هي أيضاً بدها منك خصوتين عندك خصوة مهاجرة هاي سوالف هاي سوالف حبيبي هاي سوالف انتي بتاخدها نحن ناخد قواعد ما انا بالنشوز وبالشواز اصلا مو هو معنى انه خلاص بدي اتزوج انا بشان نكاح فقط لا غير هي عبارة عن تكوين اسره يا حبيبي تكوين اسره تربيت اسره بحسين انت اليوم اتجوزت واحدة وما عندها غشاء بكارة واتجوزتها عضراع على اساس ترجعها ولا شو تسوي هولي بترجع لكيفك انه الشرف مو موجود ما قصد الشرف نسيت قصد الشرف ولا ما نسيت لا يا حبيبي في عنا شي اسمه الستر واما بتطلق وبترجع ادري ليش ترجع انتوا ليش تربطوا الشرف بهذا الشكل يا خالي نحنا نحنا الشرف عنا بالاسلام وعنا كعادات وتقاليد فوق كل شي فوق كل شي ينسى كل مو يوقف علم الشرف الشرف يكون عمال الانضباط بالعمال الانضباط بالمواعيد الشغل كثير امور الشرف لحظة شوي هدي عابو حسين اللي تتكلم لو سمحت لو سمحت هدي فضل فضل الشرف عزيزي الشرف ليس في هذا المكان الشرف روح شوف شرفك بالجامعات بالمعاهد بدور البحث العلمي ليش حاط شرفك بين الافخاد يا غالي كل من بحط كل من ليك الشريفي اذا بيكون بين كل اوروبا ما بيقدر يعلم عليها واحد ولكن انت عاب تروح على اشخاص وبتمثلهم بشرع او بتمثلهم بمنطقة او بعرب او بغيره هذا الشي خطأ هاي نظرة خاطئة انت ما فيك تقيم بلد او تقيم اي شي بيموجي بشخص او عدة اشخاص سيد ابو حسين لو سمحت اعطيني مجال اعطيني مجال لو كتمناك اسف سيد ابو حسين الشرف في الجامعات الشرف في المعاهد الشرف في دور البحث العلمي الشرف في الانضباط بالمواعيد الشرف هو ان تعيش حياة عزيزة كريمة تحترم المرأة والاطفال وتحترم وطنك الشرف هو ان ترتقوا في كل شيء لكن ان تقولوا ان الشرف بين فخذية المرأة لا غلط الشرف هذا ليس شرفا هذا في بلجيكا وفي دول اوروبا ينزعونه لانه معيق للمرأة او معيق هذا فقط ككليل مهبل او سميه ما تشاء هذا ليس شرفا فقط عند هذه الامة الصحراوية ان الشرف بهذا المكان الشرف ليس هكذا وحتى لما تقتلون المرأة اغسل يقولك غسيل الشرف اغسل شرفك بعيدا عن المرأة المرأة ليست شرف لك المرأة ليست شرف لك يكون يعتدي عليها ذكر ويعدمها اخوها او ابوها او جوزها ذكر والمؤخ تصب ايضا ذكر فما ذنب المرأة ربوا ذكوركم وتركوا المرأة وتركوا واغسلوا شرفكم النيتن انا اقول بعيدا عن المرأة لامانية ممكن مداخلة صغيرة يعني كان بس بس للامان يعني في الامانين بقبلين كل شي وعايشين مع الوضع ومحترمين وعايشين مع روحهم يعني عايشين روح النفسان اللي اللي هي بينه وبين ربهم ومسلم بيعملون بيطبؤون وحتى ما بلبسوه ايجاب بيضلون بره بس انه افكار بيتقبل كل شي يعني شو رأيك على هالناس كمان في جماعة مسلمين كتير محترم باوروبا بيحترموا انا ما اناقش المعتقد انا اناقش السلوك وكيفية تعامله معي ومعك ومع المرأة ومع الاطفال والمجتمعات انا فقط اريد منك سلوكا مثلا انا الان ملحد ولا اؤمن باي دين ولكن عندما ارى سلوك المسيحي عجبني السلوك فقط السلوك ما الاعلاقة ربهم مين وما مين وكيف عجبني السلوك المسيحي يعني هو انحنا نازم نعطي الفكرة اللي هي شو ما يكون دينك قبل الاخر يعني ما تجي تعانف يا اخي ما تجي تعانف ما تجي تهين ما تجي تعمل حالك صح انا مرة كنت بباب كنت عم بشرب بيرا وقاعد عم بشرب فا اجى واحد حدي كان من مصر شب محترم جدا قلت له انا رايح اجيب بيرا اجيب لك واحدة معي اما قال لي قال لي انا ما بدي طيب انا رتل له شو يعني ما بدك انا صحيا او شي تاني قال لي ما بدين لانه دينيا قلت له طيب اذا مو مكانك يا اخي هون باب هذا مو مكانك ماذا شو جاي الامون طالع بنت معك بتروح تطلع معها ما في مشكلة هاي الدين سمح لك وهذاك ما سمح لك كمان دادي فها مشكلة هاي مشكلة هاي يعني لازم لازم نتعزل كل شي انا هيك بشوف وهاي مداخلتي وانا كتير مبسط بشوفتكن صحيح حبيبي وكملوا صح واحترموا كل ومنحبكم كل يادكن حبيبي ونحن منحبك ومنحب الكل هذا اللي نريده ولكن الفكرة الاحادي يا سيدي هو المشكلة الفكرة الاحادي صوته صورة نطلع الناس ثانين صوته صورة اللي حب يطلع معنا صوته صورة ايضا شكرا لسيد حسين نطلع ضيوف جدد يا سمر صوته صورة خلونا نشوف مين بده يكتب صوته صورة في التعليقات ونطلعوا يلا صوت صورة هدف الليف طبعا ما تحقق للأمانة ارجوكم هدف الليف ودعم الليف يلا هدف الليف احمد وهذا هذا نطلع على ال احمد هذا نطلع عبري شوي ها نفسة هو هذا اللي طالعه بس هاد اram خالد شو صوته صورة وشيرونا اللي، أموت، وشيرونا اللي الف ودعمونا هدف اللي الف والتشييرات كذلك والايكات على المليون لازم نوصل مليون لايك والالاف الشيرهات الشير للايف الشيرز وكذلك هدف اللايف الجماعة خمسطاعش حوت جباري اه اتمنى دعم هدف اللايف لو سمحتم والان زوقيا اتمنى دعم هدف اللايف ايضا جباري لا مقدم محتوى ليش يعني وقتنا يهدر على الفاضي مايسي اهلي افتح الكاميرا اهلي ايه هلا بفتحه وش انه ما بعرف شلون بده خلونا نخذ صوته صورة ولكن ادعموا منصة لو سمحتم اتمنى هدف صوت قصورة يكتب صوت صورة عافية. على حبيبي صوت وصورة ممكن? كيف ممتع الصوت? كيف ممتع الصورة? اكبس على صورتك وحط لا يوجد صوت الصورة حسرني. حياتي. على فكرة انا من متابعينة وبحترمك كثير وبحترم رأيك كثير. بتعرف ليش? لانه انت بتعبر عن رأيك بدون ما تهين الاخرين. بحترم اك بس اه اه وبحترم الاخد ثمر كمان. المهم انا ادخلت بس لا يعني احكي رأيي ما اسمح لي ولا لا? اك اكيد اه اكيد تمام تمامان انت حضرتك عم تقول عن الشرف. هلا الشرف شكل اخي الكريم والغيرة شكل تاني مختلف كليا عن الشرف. انا ما اكب الفكرة الشرف هو شغل هو حياة هو دراسة هو تعليم ما له علاقة بفرج المرأة ولكن الشيء اللي بتعلق بفرج المرأة هو غيرة لا يوجد شيء اسمه غيرة هاي الغيرة اختراحها الرجل لكي يسيطر على المرأة المرأة الآن سمر امامك اتحداك تلمسها قادرة تحمي نفسها سمر قادرة تحمين نفسك سمر قادرة تحمين نفسك ولا بدش رجل يدافع عنك سمر لا ابدا نهائيا طبعا بقدر احمي نفسي اكيد ولا لا يعني وزب يعني مو متل شوف رعلك شغلة المرأة اللي بتتربى في بيت اهلها انه تكون كل شي بتقول للزلم ايه في وقت من الاوقات لما بيموت زوجها ولما بيقول ولما بيموت ولي امرأة رح تقول لكل زلم ايه لانه ماشي الحال لانه ما تعودت تقول لا ما تربيت تقول لا تربيت ان سكون ضعيفة الشخصية انت بحاجة لرجل يغار عليك ويحميك هذا كله كذب هراء هذا اكيد هراء طبعا اكيد هراء لحظة اذا المرأة بدأت تحافظ على نفسها لازمية تتعلم ببيت اهلها انه تكون قوية شخصية انه تعرف تقول لا ماشي الحال لانه لا ابوها دايم لا ولا جوزة ممكن يكون دايم لا ولا شي هاي بدأت تنحط بمواقف بالحياة ممكن هي تحتاج ان هي تصرف على اهلها ممكن فهي اذا والله لحظة شوي لحظة شوي اذا سمحت اذا سمحت اذا هاي المرأة زدتوها او نزدت متل هلا انه سوام المخيمات مثلا اللي مثلا كل عمره روحياته انه تعودت ما تقول غير للزلمة ايه 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 وتعودت انه الزلمة هو اللي يصرف عليها فهي الانساني لما ما بيضلل له معيل لحتى حدا يصرف عليها كمان رح تقول له ايه شو ما بده منه رح تقول له ايه لانه ما تعودت تكون عنده شخصية ولا تقول لا لحدا لا 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 كل واحد تقول له بالك كل واحد اقوله طريقة عمّا أنا طريقة تفكيري بعكسك تماما انه اليوم اللي تزوجت فيه اليوم اللي تزوجت فيه تزوجت واحدة مشان حبه مشان اعمل عيلي مشان اعثر ايه جيب ولات مشان نكبر مع بعض مشان بس نكبر سيد محمد كابel ما تزوجها تحبه عقبه ليس متزوجتها ش promotion خلط لي يفصل تمام صار للي صار انا لما فكرت يوم الايام اني انا اتجوز انساني فكرت اني انا كيف حبها كيف يعيش عنهم اياها كيف نبني عائلة كيف نكبر مع بعض عزيزي عزيزي يارد تفهمني يارد تفهمني هو الحب قبل كل شي لا تقول كيف حبه لازم تقول حابها قبل وكل شي الامور طيبة قبل قبل لهذا الزواج يعني ليش ما تشتري براد تبع مفرخة متجنة وتحط ببيض ويفقس اذا انت جايبها مشى تاسس اسرة وممكن تكبها وتجيب غيرها تربي الولاد عادي فهمك الاسرة هاي الطريقة غلط المهمة الانسان يحب الانسان وبعدين يستمتعون ومن ثم يفكرون اذا يجيبون الولاد طول بالك انا انا عمري 42 سنة انا لما اتجوزت كان عمري تقريبا بل 22 سنة طب بهذا كل وقت نحنا انا من الشام من سوريا فنحنا عنا عادات وتقاليد هلا بغض النظر هي صح ولا غلط هاد الكلام صلوا 20 سنة فخلص صار لي صار فانا هلا برضى يعني يعني انا بالنسبة الي بيتي انا مريد نقش زواجك لو سمحت احنا نتكلم بافكار عامة تركني من زواجك يا عزيز ما في مثال انت اتزوجت قلت عن طريق ما في حب وطريق تقليدية خلنا نتكلم ونرتقي الان شو الصح الصحة الان هو انه شاب يحب نتو يتزوجون حتى انا اقول بدون عقد للامانة بدون عقد لانه العقد ما يضيف لك اي ميزة العقد هو عبارة عن بيع شراء فما في عقد ولا مهر انا ضد المهر وضد العقد اساسا اخي صفوق العقد خلق بالقانون كلمال يحمي المرأة إنesh لم يحمي المرأة العَقَدَ المرأة يحميها الحب يعتبر الkenntائي والمجتمع pity تماما، بالإضافة للقالون لا، لا، لا لا sch emotIO لما تكتب عقد ديني يضمن حقوق المرأ العَقَد العِلِمَاني أهل إنتائي تتكتبني من علماني وليس ديني صح كلامك في سوريا litterals عقد من زوج إنّ أم지를 منزل skipped لاما ». وجلكمانا جدت حبيثة على نفسك في سوريا إذا كانت ليين يطبق precisًع صحيح عزيزي صحيح سؤال انها هي الدول فيها معلاثه القانون حامية للمرأة لكن احنا نقول للمرأة انا الان انا وخطيبتي رهوفة زين اجا الشيخ اه شي اسمه شيخ عباس اجا الشيخ عباس بده يخطئ يكتب كتابي انا وراهوفة وقادعين قاعدين انا وياهم بالصالون قال لي صفوق ابن اخوي روح سوي لي فنجانك هو اروح اسوي فنجانك هو اجي لقانها كحها راكبها هذا كيف يقدس لي زواجي هو القيم حبلها الشيخ نفسه فكيف يقدس زواجي هو هذا انتان سا اسمع 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 هاي متاجرة لازم الواحد يتجوز وحده يحبون بعض حتى يمارسون قبل الزواج ليش لانه يا اخي بلت شلش انت بخصوة وحده انت خصوة مهاجرة شلون يكشفها الدين هاي الخصوة الوحدة انت كنت بخصوة وحده شلون يكشفها الدين هي تريد خصوتين شلون بس اخي صفوق هي حق اترفضني بعدين لحظة محمد محمد انت تطلبها بغشاء بكارة انت تريد منها غشاء بكارة هي تريد منك خصوتين ايضا لازم تفحص غساويك في إلحاء في إلحاء في إلحاء حقوق هي وعنائل حقوق هي بابل ما تتجوزها في إلحاء تطلب منك كشف شرعي عن طبيب شرعي وهي إلحاء كما تطلب مني هذا الشيء وايضا أيضا رائحة الفم عزيزي يعني اليوم مثلا اقبلها مثلا وتقبلني اني ما تكون ريحة ريحة فمي مثل ريحة جحش فاطس بكربلة والنجف ولا وبغداد لا اني لازم يكون ريحة فمي صالحة انو ريحة فمي الطابق ريحة فمها ويكون فيه توافق أما ما فيه بوس غلط بلش بعد الزواج ريحة فمها جايفة أو ريحة فمك جايفة مضبوط هي نظافة شخصية يا أخي هي نظافة شخصية رائحة الفم ليست نظافة هناك روائح فم لا يتقبلها الإنسان الآخر ما هو العلاق بالنفس تطلع ريحة فمك جيفة تطلع بالنفس ما العلاقة بالنظافة والتمضمض بالمي فعزيزي لابد من التبويس قبل الزواج يا أخي معك أنا معك هذا الشي طبيعي في ناس عندهم مرض بسبب مشكلة بالإمعاء أو العاقرية أرجع أقول لك أرجع أقول لك أرجع أقول لك بل ككان عنده فولة بين أفخاده بدأ تفحص حتى الطولة طول تفحص كل شيء أنت مزوج أنت اليوم أنت أنت مزوج لازم تفحص كل شيء تماما بس نحن بعاداتنا وتقاليدنا هذا الشيء ممنوع عنا طيب طيب لو رجعنا عاداتك وتقاليدك للمنطق والأخلاق تطلع غير منطقية عاداتك هذا قصدنا صح كلامك صح كلامك بس أنا بشوفها منطقية لأقول لك ليش لأني خلقت فيها وتربيت فيها وتعرعت فيها سيد محمد أدي رجل شرقي بس الإنسان يتطور ويسمع سمعني سمعني الإنسان إذا تغير عادي مش غلط ما في شيء اسمه أنا خلقت هكذا لا الإنسان يتطور أفكاره وتتطور عاداته وتتطور يبحث معك كلامك سليم مئة بالمئة كلامك سليم مئة بالمئة هلا ما في عاداتي وتقاليدي وأجدادي هيك تربونا هلا بغض النظر هي كانت صح ولا غلط أنا ما بقدر غيرها ليش لأني خلقت فيها وعيد فيها خلاص مش هيك بدمي ممكن هاد الشي ممكن هاد الشي يتعدل على أولادي ممكن هاد الشي يتغير بأولادي أنا بالنسبة إلي أنا بالنسبة إلي أتجوز وحدة مثلا مارغريت تتزوجني مارغريت ما شاء الله شقرة طرية عيون زرق عيون خضر نتزوج لا عقد ولا شيء تحبيني مارغريت تقول لك شلون ما أحبك اتزوجنا أنا روح أجيب واحد له قطعة قماش على رأسه وصاقط من شان يزكي لي الزواج أتجوه بعثك الله بعثك اللي عندي أقول أنت وش تخلك أنا نقلع عني نقلع بره يلا طلع بره ممنوع فعزيزي الموضوع الموضوع بينك وبينها حتى موه بين عشيرة وعشيرتها من رأسي لرأسها حاصرا لا أهلي ولا أهلها ولا ديني ولا دينها حاصرا كلامك سلين مئة بالمئة كلامك سلين مئة بالمئة ولكن نحن كشع أنا كمواطن سوري عايش كنت بسوريا نحن تعدادنا 24 مليون كنا طب أنا ما فيني غير عادات غير رأيي 24 مليون أنا بدي اضطر مشي متل ما بدهم 24 مليون بدي عادة بسوريا يا أخياني ما نقال لك غير أنا عندي ما فيني غير حدا ولكن أنا عن نفسي وعن أقول المنطق أنا على منصتي هنا أطرح رأيي فقط ما أفرضوا فرض أنا مطرح رأيي أقول يا جماعة بستخطبون بعضكم اتجوزوا بدون مشترة أنا شلون أشتري بنية عراقية أو سوريا بعشرين ألف يورو في ألمانيا باسم المهر هل الإنسان يباع مو يقول لك الحرة لا تباع جرعش تبيعونها يا كذابين فأنا ضد حتى المهر المهر هو الحب يا عزيزي لا يوجد أي شيء آخر ثاني هو المهر أخي الكريم ضمان لحق المرأة مو بيع ضمان أخي شرعا شرعا لحظة شوي إذا رجعت لمعنى المهر في الإسلام المهر هو استحلال فرج المرأة هيك هيك التفسير بس هو قانونا بسوريا لا 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 لحظة 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 نحن مان علاءة قانون عم نحكي بالدين بالنسبة للدين بيقلك المهر هو استحلال فرج المرأة يعني تشترى وا اعتمدوا على الآية القرآنية اللي بتقول فما استمتعتم به من النساء فآتهن أجورهن فريضة إذا الأجر هو مقابل الاستمتاع للأسف هيك بالقرآن مذكور الأجر الأجر ممكن شيء مصاري لحظة لحظة الأجر ولا مو أجر هل هذه الامرأة سلعة لحتى هي آآ لا طبعا لا خلص معناته ليش معناته ليش لحظة ليش معناته يدفع لها أجر الأجر متطف بالمصاري محمد محمد أنا أدفع عشر تلاف يورو أنا إذا أدفع عشر تلاف يورو لو وحدة بدي أتجوزها بهمبورغ مثلا عشر تلاف يورو وتعيش معي أربعين سنة لو قسمنا هذا المبلغ على أربعين سنة يطلع يوميتها سبع وستين سنت أقل من يورو يوميا فهذا غلط الإنسان لازم يكون الرابط هو الحب ولكن البيع والشراء هو فكرة صحراوية قديمة المفروض تنقرض نعطي الضيفة الثانية يتكلم تفضل عزيزي ما تكلمت أعطيك العافي صفوق أول مرة أطلع معك شبته صورة ألا حبيبي يا مرحبا أنت طالع مع صفوق الشيخ أبو أثينا أو أبو يوناني حبيبي أنت شجعتنا يا زلمة اسمع حبيبي بس بس أقول شيء أحبائي شايرونا اللايف أول شيء وخلونا نوصل اللايكات مليون والشيرات وهدف اللايف أربع حيتان لازم يتحقق وفي شيء اسمه فيسبوك الرابط بالوصف اللي حبي تابعنا عن فيسبوك تفضل عن إذنكم لحظة بس كلمة أنا بحترمكم كثير يا جماعة ويحترم رأيكم واسمحوني مضطر انزل وعن جد أنا من متابعينك لأنه حضرتك حبيبي أنا أشكرك أشكرك أفهمت عليك وأنت رجل رائع جدا ومن ألطف المداخلات كانت مداخلتك رائع أحبائي الكرام شيرونا اللايف واللايكات على المليون وهدف اللايف أربع حيتان ياريت يتحقق دعم المنصة ضروري لأنه فيها صراصير وفي عندكم شيء اسمه فيسبوك الرابط الفيسبوك بالبايو بالوصف أتمنى أيضا تشاهدونا على فيسبوك مع جاعد أشوفكم على اللايفات فيسبوك تفضل عزيزي كنت بدي أسأله هو ببداية الحديث صار أقول أنه عقليتنا شرقية وأنا من سوريا وأنه بدأكون أسرة وهالكلام وكانه البنت الأوروبية هي أنه فلتانة بالشارع وكذا أنا بتحدى البنت الأوروبية مو إذا كانت متجوزة إذا كان عندها صديق بس صديق ما بتحكي معك مستحيل تحكي معك وروح أنت البنت بسوريا وأنا من سوريا يعني البنت بسوريا كانت تنشي بنص الظهر ويتحرش فيها هون تطلع بنص الليل ما حل بقرب عليها وحا بتحداهه مع الشيهر صحيح عزيزي المرأة الأوروبية أو المرأة التي تربى في بيت زوجها على فكرة في بعض العائلات في البلدان العربية منفتحين شلون يعني أبوها يربيها على الحرية منها طفلة ويربيها على استقلالية المادية وآخر شيء ما يبيعها لواحد مقابل المال يعطيها لواحد شريكة حياة مستقلة ماديا حتى إذا مات هي تعيش نفسها وولادها هكذا تكون المرأة مكرمة مو تنتقل من عبودية الأب وعبودية الأخ إلى عبودية الزوج ومسكينة حرام ما يصير هذا الكلام ما يلزم يصير كده يا الزلمة إذا بالقرآن مكتوب أنه تحلل لكم أزواجكم وملكة إيمانكم الملكة إيمانكم هم الرق الرق منهم الخدم الخادمات والسبايا يعني تخيل أنت الواحد يعني هم مشكلة هم حتى هم مشقارين قرآنهم بيقول لك أنه لا إحنا فيش عنا سبايا فيش عنا إشي فيش عنا ما كذا وهما عندهم سبايا وفي منهم بيقول لك الفتوحات لما تقول لهم أنتوا فتوا غزات على الأندلس بيقول لك لا مو غزات إحنا فتنا فتح بالتجارة حتى مستحين يقولوا أنه فتناها بالسيف خجلانين يا زلمة عزيزي الفتح هو فتح اليابان اليابان ماذا قالت لامريكا في الخمسينات خمس سنوات تصالحوا حتى والطاولات وقعدوا سوى اليابان مع الأمريكان يابان صالحت أمريكا وقالت لها همست كأنها همست طبعا من تحليلي الشخصي كأنها همست لأمريكا وقالت لها سنغزو العالم بالتقنية وفعلا بدأت بالعلم لم تبدأ بالأساطير بدأت بالعلم وليس بالأساطير يعني ألف مسجد في مدينة لا بدأت في ألف مركز بحث علمي في مدينة ألف مدرسة في مدينة وجامعة فعزيزي اليابان فتحت العالم بالصيناعة والتقنية ولم تفتحوا على جحش وقطعة حديد من الهند تسمى الحسام المهندي أو السيف فالفتح يكون عزيزي بعدين أنت لما تقول لي فتحت أنت معقول من مئة سنة حافي عاري من مئة سنة حافي عاري كيف من ألف سنة بلين تقصر بالأندلس ورجعت على نفس الخيمة هذا شيء غلط وغير منطقي عزيزي فالفتح يكون بالعلم والتقنية أنت لاحظ الحرب العالمية الثانية لما صارت بين اليابان وأمريكا وروسيا وألمانيا هلأ لاحظ أنت روسيا عم تعطي ألمانيا غاز واليابان أكبر حليف لأمريكا نسيوا العداوة أما بينما عند الإسلام بيظلم حاق دين ما بنسوه لأنه بالقرآن بيقول لك أنه لن يرضى عنك اليهود والنصاري لتبع ملتهم يعني أنتوا عساس ترضوا عنهم وأنتوا؟ عساس أنتوا ترضوا عنهم؟ ما ترضوا عنهم كمان هاي الآية لكم كمان إذا كانت موجودة يعني صحيح عزيز صحيح لذلك أنا أقول صراحة اليوم الشعوب لابد أشوف منطقتنا لابد بحاجة إلى فلاسفة بحاجة إلى فكر فلسفي لأنه لا يبد لمنطقتنا الآن والثورات الربيع العربي كلها ما نجحت ليش؟ لأنه ثورات دينية لازم أول شي ثورات عقول وبعدين ثورات تصير غير دينية فعندها تزدهر أوطاننا فهنا نقطة التحول نقطة التحول هي أن ينشأ فلاسفة فلاسفة هو فكر حر وبالتالي تنشأ ثورات فعلا حقيقية وبالتالي تزدهر أوطاننا مدى أوطاننا مدينة فمشكلة مهمة الدولة لا تدخلك الجنة والنار مهمة الدولة تقدم لك الخدمات فعندنا دول متدينة مصيبة لازم يكون الدين شخصي من الضبط أنت لاحظت الدول العربية المدينة زيادة على اللزوم مثل اليمن وهلا صارت الشمال السوري نتخبرنا عن الأمجد لو سمحت أمجد لما تريد تكتم المايك أن تجد أمجد 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 أنظر إلى أسفل الشاشة يوجد مايك تكتم من هذه المنطقة وليس من البروفايل حسنا لكي لا تفوت على البروفايل وتروح صورتك وكذا في أسفل الشاشة يوجد مايك عادي نكتم بسهولة عزيزي أكمل المداخلتك أريد أكلم أنزل الخطة شوف الدول المتدينة التي الآن في السنوات الأخيرة صارت متحددة دينيا مثل اليمن مثل سوريا الشمال السوري خاص ناصر مثل فلسطين غزة هلأ كلها مدمرة متشدد الديني يقول لك هم لا بقول لك لا نحن لا بدنا دولة إسلامية إدلب هلأ مش تقول لك إحنا مميزين أهل إدلب أنا هون بشتغل بالنمسا كثير بعرف أدلبة بشتكم أن الوضع إدلب المستلمين ها إسلاميين تمام عزيزي لم تنجح الثورات لأنها متدينة والمتدين ليس لديه شرف وطني ما يعني ما يؤمن بالوطن مثلا السورية مثلا السورية من كم يوم تقول الالمان كثرين مستغربة لأنها تقول الأرض للربي وليست للألمان فأرض ألمانيا ليست لربك أرض ألمانيا هذا الوسط الوسط يقول نحن لاجئين بأوروبا وكاريتني أنا من أول ما ولدت كنت لاجئ بأوروبا نحن كنا لاجئين ببلادنا ليست أوروبا صحيح أكبر غربة أنا قلتها عندي فيديو وقلت لهم الغربة الحقيقية هي أن تكون غريب في وسط دارك وليس في مغادرة حدود الوطن أمجد عندك شيء فضل تحياتي لكم أنا رحكي على المرأة السورية المرأة السورية من ملكي كزنوبيا إلىه كعشتار إلى جاري تباع في الأسواق شفنا هذا الموضوع بأيام ما يسمى بالحراك اللي صار بسوريا للأسف حتى في السعودية يعني حتى عام 1960 كانت المرأة تباع كسلعة في الأسواق ويجي لزبون يلمسها الخلفية والصدر حتى يشوف إذا مجودة البضاعة هذا هو الدين للأسف رحنا عايشين بمجتمع تحكم العداد والتقاليد والخرافات والأساطير لا حل في منطقتنا وانا بسوريا بشكل خاص كسوري إلا بفصل الدين عن الدولة الدين يبقى في بين الحجارة والمعابد فقط لغير هذا الحل الوحيد لدينا نتحرر والاحترام الاحترام القائم على المحبي والتسامح والمساواة لأن المرأة السورية شفناها المرأة السورية موجودة في كل قطاعات العمل في سوريا قيادية ما بدنا نذكر القطاعات اللي عم تشتروا في المرأة كأكيد نحن سوريا نعرف هيدا الموضوع بس للأسف المشكلة الكبيرة أخصفوك العداد والتقاليد اللي تتحكمن يعني صارت المرأة عبارة عن سلعة تباع عن طريق المهر المهر عبارة عن عندك كنت تروح تشتري المرأة شراع فقط لغيته حي كانت مداخل تتحكمن ترامي ولكون كلكون جميعا تحيات تفضل مع سيد أحمد برافو أحمد يعطيك العافية سيد سفوك سمر يعطيك العافية أخي بالمختصر نحن أنا كردي سوري بالمختصر نحن عانينا كتير من إسلام أنا خلفيتي مسلمة خلفيتي مسلمة بس أنا عانيت كتير من إسلام من داعش ومن هاللحظة هاي عفرين كمان محتلية الإسلاميين خلفيتك مسلمة أنا خلفيتي مسلمة وطرية تفضل والله خلفيتي أيوان أي نحن عانينا كتير نحن الأكراد عم نعاني هلا وبعدين نعاني كتير من هذا الدين المجرم بشار الأسد مو مجرم هذا الدين مجرم أحمد عزنا عندك خشة بالصوت ووصلت مداخلتك حزيزي كل الحب لك لأنه الصوت عندك في خشة ينزل اللايف لأنه في خربشة بالصوت عندك ينزل اللايف للأمانة صارت الدنيا مساء يا سمر أنا إلى هنا ينتهي لايف يا سمر كل الحب لتش يا سمر وقليتش مشترفة على فكرة وبكرة مثلا أو المساء حسب ما طلعنا لايف دائما في هذا الوقت الصبح الساعي أي ساعة بدأنا الليلة اليوم بدأنا الساعة أعتقد الثانية عشر ما واثنى عشر تقريبا نوص أو وحدة وحدة منك أو واثنى عشر دائما بهذا التوقيت يا سمر نطلع ونقدم محتوى وتكوني مشرفة أنا حسب شغلي يا صفو بكرة تنين يعني بكرة عندي شغل ما بقدر اليوم أحد عطلي فقدرت يعني في وقت بس بكرة ما بقدر بهذا الوقت بكون عندي شغل للأسف طيب ماشي يا سمر نشوف أي وقت مناسب ونتصيرين مشرفة أو نحط آخر مشرف أشكر جسد سمر كل الحب إلي جسد سمر وكل الحب لكم مشاهدين الكرام لكن أتمنى يتسكر هدف اللايف في الجماعة قبل ما نسكر لازم يتسكر هدف اللايف لأنه أصفوق الشيخ لما يقدم محتوى صراحة على مدى خمس ست ساعات سبع ساعات فلازم يتسكر هدف اللايف وتندعم منصته ليش ما سكرته هدف اللايف ما أعرف يلا خلونا نشوف هدف اللايف إذا يتسكر ادعمونا المنصة آخر ربع ساعة دعم للمنصة خلونا نشوف الدعم اللي يتقدم للمنصة يلا منصتنا بحاجة دعمكم مشان نطلع بكرة أيضا لايف في نفس التوقيت يلا خلونا ندعم المنصة خلونا نكب دعم للمنصة يلا اللي عنده دعم للمنصة يدعم الآن خلونا نشوف يلا لو سمحتم المنصة بحاجة دعمكم جدا ليش لكي تبقى قوية منصتنا قوية لابد من دعمها استمتعني صراحة كان حوار جيد كان لايف رائع أكثر من رائع أشكر الدعمين طبعا اللي دعمونا دعموا منصتنا بالشير باللايك وهم ليسوا موحدون أغلبية الدول المتقدمة دول ما فيش فيها توحيد أو ما فيش الدين مش متغلب أو مش غالب عليها فما أحلاها وما أعظمها بل بالعكس يعني أنا بحمد ربنا في اللحظة دي بقول بحمد ربنا على وجودي في ألمانيا لأنه يمكن زي ما أنت حضرتك عارف والأستاذ رامي برضي عارف أن حتى في المصالح الحكومية حتى لو كنت متدين ممنوع قانونا إنك أنت تشهر أو تجهر بانتمائك الديني فأي مصالح حكومية زي الشرطة زي القضاء زي النيابة العامة وخلافه ممنوع تظهر انتمائك الديني طيب عاطف باختصارا حتى منطول على الأخوة حبيب أنت من وجهة نظرك هل ترى أنه هناك اختلاف بين الوثني والموحد في العبادة وتأدية الطقوص أو ما تشوف أنه أكون طرق في هذا لو كان لأن الوثنيين نقول طبعا من اللفظ أنهم يعبدوا أشياء أو آلهة غير آلهة اللي احنا مش عارفينها ماشي طبعا طبعا فيه فرق كبير لأنني ما أعتقدش أنه هبل أيام هبل زمان كان بيقول في عقائد تقول له اكره الذين يعبدون اللات ماشي ابتعد عن الذين يعبدون العزة فالآلهة الوسانية على اعتقاد الشخصي أنا أنها آلهة مسلمة تماما وعبادات مسلمة تماما لأن كل هم الوسانيين هو التقرب من الله دخياتي أبو ذيب بغض النظر عن أنت عماد جاري أنك أنت مسيحي أو مسلم أو يهودي وده أنا راه في اجتماع في كمية الآلهة اللي كانت موجودة في الكعبة فمعنى ذلك أول حاجة في الوسانية تقبل الآخرين وتقبل الآلهة الآخرين وتقبل أديان الآخرين تقبل الناس على شكلتهم مهما كانوا ماشي فالوسني في طريقة عبادته أفضل من الموحد أنا بقول لك أنا مسيحي نعم مسيح منتهي الصلاحية بس أنا مسيحه بقول لك أن الوسني أفضل مني لأن أنا كأورتدوكسي قبطي مصري ماشي ممنوح حتى أتزوج من طائفة ثانية كاثوليكية أو إنجيلية يعني ترى أن هذا تطرف في الإيمان المسيحي طبعا تطرف في الإيمان وفي العبادة ليه أنا أقول أنا أحسن من الإنجيلة عشان كده ما منفعش أتجوز منهم ليه ليه أقول أنا طائفة أورتدوكسية الكاثوليك رحاني النار أنا مين أنا أنا معيش مفتاح الجنة والنار عشان أنا كطائفة كاعتقاد أقول أن الطائفة الثانية المؤمنين بنفس اللي بنؤمن به لا بس إحنا أحسن منهم طبعا أفضل منهم تطرف أينما وجد الدين في تطرف استحالة استحالة في توحيد في تطرف ولو أنا غالبا حد يعني يثبت للعكس يعني زي حتى أخونا البشبوري اللي كان بتكلم بشموري بشموري تقريبا بشموري نعم يعني بص حتى في كلامه بتلاقيه دايما بتسلل المعلومات الخاطئة يعني بص تسأل أي سؤال على الإسلام يقول لك أيو بس في المسيحية يا عم إحنا عارفين أنت يعني ديني صورتك أنت من وجهة نظرك أنت أنت ما طلبتش منه وجه الفرج بين المسيحية وبينه يقول لك لأ يعني تسأل الإسلام يقول لك لأ بس المسيحية كذا وكذا يا عم عارفينها أنا بقول لك أنا مسيحي ومنتهى الصلاحية في تطرف ما فيش ديانة ما فيش توحيد ما فيش تطرف أنا زهكت بأمانة يا عماد أنا كرهت الدين وكرهت التدين بسبب التطرف والعنصرية ما فيش يا أخي محبة واحتمال آخرين فين الإنسانية أنا عايز إنسانية أنا كرهت الدين بسبب قلة الإنسانية اللي في الأديان مهما كانت أو نقول الأديان التوحيدية الإبراهيمية ما فيش احتمال للآخرين فينها وريني وأنا أدخل على الطائب أنت كمسيحي أخي موجود موجود لكن أنت عندك نصر بممكن أبو أديب عزيزي ليش تحت المايك ما يصير يا أخي ما يصير أنا أنظم الحوار هنا تحياتي إليك انتظرني حتى ما يجي دورك تحياتي أبو أديب أستاذ عاطف أنت بالنسبة إليك كشخص قلة المسيحي منتظ صلاحية هل أنت لديك مشكلة مع الإيمان المسيحي كفكر أو مع المسيحية بشكل عام حسب ما تطبق قد نقول بالأرثوذوكسية اللي أنت جزء منها كنت زوفول ألزأوخ زي ما بيقول الألمان يعني من ناحيتين بس الأكتر صراحة يعني في حاجات كتير يعني من ديجاني ومخلاني بدأت يعني التراجع إلى الوراء في موضوع الخليقة في عدة مشاكل كتيرة مقبلاني فيه ماشي في سفر التكوين أوكي وفي بدايات الإنجيل العنصرية في رسائل بوليس الرسول ماشي وفي بعض تعليم السيد المسيح نفسه يعني في بعضها ماشي في القليل منها لكن أكبر حاجة صراحة عملية الخلق والصراع بين الله والشيطان ماشي اللي هي في البداية دي اللي يعني أكبر عملا لأكبر أكتر مشاكل يعني ماشي يعني الخلقة اللي جاءت يعني على يد آتون آتوم 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 أدكم بالمصرية آخي داتون آتون صراحة يعني آه سفر التكوين يعني في بداية الخليقة عمل لي مشاكل فكرية طيب عاطف خلي أخذ قاستال حتى ما نتأخر عليهم ماشي حبيب قاستال عاطف بس لحظة أريد أرحب الدكتور خالد الدكتور خالد كيف الحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور كيف الحال مختفي صار فترة آه أنا فعلا كان عنده ظروف تحيات لك تحيات الحبيبة وخيرامي والكل الموجودين أنا ويعفو مسلم عليك وانا شكرا يا حبيبي أنا بس أنا سمعت أنه أنت مختفي يا دكتور من فترة وقلقنا عليك يعني أنا سعيد أنه أنا الآن شفتك موجود وانت بخير أكيد نشكر الله من أجل السلام أنا طبعا أنا طبعا لما لقيتك فاترة أنا بردو داخل يعني مش هطول كتير أنا طبعا أنا طبعا قلت هدخل أسلم عليك وأسلم على الرامي والكل الموجودين وأقول الكلمة على السريع بس في موضوعك يعني الأخ اللي هو ما عرفش اللي كان اسمه اللي كان بتكلم بقول أن آيات المكية هي صالحة لكل زمان من عندك من مصر يا دكتور آه من عايق آه هو قال أن كلمة صالحة لكل زمان ومكان ده قول الإخوان المسلمين أنا بس عايز أقول له طبعا أنا لا أحب الإخوان ولا يعني ولا يعني ولا حتى ذكرهم لكن هما في ليات لا مش هما اللي قالوا أن الآيات القرآنية أو كل زمان ومكان أئمة الفقه وما عليه الأمة أن العبرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني وطبعا هذا يعني يقول أن الحكم عام وأبدي وسرمدي يعني الحكم سيظل إلى أبد الأبدين يعني مثلا آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسان كانت في أولاد سعد بن الربيع يعني هذا كان السبب هذا كان الخصوص هذه الآية لكن ما عليه الأمة جميعا أن آية المواريث إلى أبد الأبدين يعني من يقول من الأمة أن للذكر ليس مثل حظ الأنسان هذه آية عامة وحكمها قائم إلى أبد الأبدين لا يقول أحد أبدا أنها كانت خاصة فتكون فقط لزمنه لا هي مداخلة معك المصيبة إنه الآية مأخوذة من شريعة بين قوسين الوثنيين هي أصلا شريعة الوثنيين وأخذها ووضعها وعملها آية وعملها وحي دا موضوع تاني موضوع إن هي اللي كانت أصلا معمولة وعملها ذو المجاسد اليشكري هو اسمه كده ذو المجاسد اليشكري طيب برضو والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أيضا هي قائمة إلى أبد الأبدين مع أنه أيضا من قام بها الوليد بن المغيرة نحن نعلم ذلك طيب فيما استدلوا أو استدلوا على ذلك بيه كما يقول مثلا العلمة الشنقطي قال هذه الكلمة أن الأحكام صالحة لكل زمن ومكان قالها الرسول بالمعنى يعني بالمعنى كيف ذهب رجل إلى الرسول والحديث في صاحب البخار ومسلم متفق عليه ذهب رجل إلى رسول الله فقال اسمعوا يا جماعة عشان بس يعني نعلم عظمة الإسلام وأن من يحاول جاهدا أن يحاربه لن يفلح قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة فنزلت آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال فقال يا رسول الله أهي لي خاصة قال بل لأمة عامة يعني اللي يصب من قبلة وطبعا نجيب بعدها بقى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الفواحش إلا اللمم فاللمم طبعا هو ما أصابه الشخص من القبلة والحضن والغمزة واللمزة وخلافه فهنا يقول الشنقضي أن الحكم هنا كان خاصا يعني الآية نزلت في سبب خاص لكن الرسول قال أن الحكم عام لكن الرسول قال أن الحكم عام يعني لم يقل أحد أبدا أن آية فإذا سلخ الأشهر الحروب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم معناها كانت نزلت في أشخاص معينين في وقت معين لم يقل أحد أبدا أنها كانت خاصة لهذا الزمن فقط بل هي عامة والكل يعلم ذلك وأيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعتل جزية عن يد وهم صابرون هي أيضا عامة هي أيضا عامة إلى أبد الأبدين الكل يعلم أن الأحكام التي انتهى إليها الشرع لأن طبعا في أحكام نسخة يعني في أحكام نسخة وهذا طبعا يعني عمل الفقهاء والأئمة لماذا؟ لأنك ستجد يعني للأسف أو يعني سأقول الشيء الذي يثير يجعل العقل يفكر مثلا مثلا حكم الرجم في الإسلام في الزين حكم الرجم هذا هو الحكم النهائي في الزنا للمحصن طيب لماذا؟ لماذا؟ ينزله الله في قرآنه ثم يرفعه يعني ثم يرفعه مع أنه هو الحكم النهائي وتجد آية وَلَّا يَأْتِينَ الفاحشة من نسائكم فَاسْتَشِرُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوْفَاهُنَّ الْمَوْتِ أَوْلَوْا أَوْلَهُنَّ سَبِيلًا يعني هذا الحكم ليس معمولا به ومع ذلك هو موجود في القرآن ويطله إلى أبد الأبدين والحكم النهائي يقول الحديث أنه نزل يعني الحكم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالة من الله والله عزيزم حكيم نازل في القرآن ثم لسبب أن غير معلوم وغير مفهوم ولا أحد يقدر أن مهما حاولوا الترقية والتدليس رفع الله هذا الحكم يعني من التلاوة وترك الناس تعمل به وترك الناس الأمة الإسلامية تعمل به لماذا لا أحد يفهم عزيزتي في نوس لما يوصل لك المايك أكيد رح تتكلم بس إذا عندك سؤال سريع رح نأخذ أكيد دكتور خالد أنا أشكرك على هذه المداخلة الرائعة بس أنا كان عندي سؤال الحضورتك بإنوس بس لحظة عزيزتي بس لحظة دكتور خالد كان عندي سؤال إذا كان عندك وقت أنا كثير يعني جاي على قلبي أنه أتكلم بهذا الموضوع اللي هو تبع متى انتقل آتوم ونو وإيزوريس من آلهة إلى أنبياء يعني هذا الفكرة أنا أحب بما أنه أنت اليوم موجود معنا كثير جاي على قلبي أنه أتكلم بيها ونوضح هذه النقطة للناس اللي موجودين معنا إذا كان عندك وقت يعني أنا ما أعرف إذا عندك وقت كثير على قلبي هذا الموضوع أنا أنا بس برضو يعني باختصار ما ورد في الأديان أو في العقائد ستجد حينما تبحث ستجد له أصولا أصولا في التراث ما قبل الأديان نعم دكتور خالد انقطع عند الاتصال أعتقد صار عنده مشكلة قبل أن أروح الأزدام حبيبي تأخرنا عليك فينوس شنو سؤالك كان ليس سؤال هو هو غير صحيح أنه في رجم الرجم غير موجود في القرآن هو عقوبة الزانية في الديانة اليهودية والمرأة التي جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هي يهودية وأقرت بالزنا فعاقبها في دين اللي هي مدينة فيه الديانة اليهودية عندنا جاءت واعترفت ما في شيء اسمه رجم ما في شيء اسمه قطع اليد يعني حضرتك أنت مسلمة تتكلمين ولا حتى نعرف حتى يكون واضح أنا مسلمة الحمد لله أصلي أصوم حتى محجبة وأنا في دولة أوروبية لكن بدي أسأل الأخرامي أول شيء أخرامي أنت تعالج الدين الإسلامي بما روية بالمرويات أم تعالجه في القرآن أنا هذا اللي بدي أسأله للأخرامي أول شيء نعم شكرا لك أولا أنا أنت كمسلمة وتصلينا وتصومين ومحجبة أنا أدعوك للتوبة إلى الله عز وجل حسب الشريعة الإسلامية طبعا فينوس هذا هو فينوس أنا أعشق وفينوس هي آلهة من بناتي وفينوس وأنت طبق حديث نبوي شريف يجب أن تشتمي من جميع المسلمين لأن من تعزى بعزاء الجاهلية وافتخر بناس وثنيين وجاهليين ومشركين سيدي الكريم بس فينوس عزيزتي أنا 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 عم قلت لك لا بس حتى أقلوك لا 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 عزيزتي عزيزتي فينوس الحوار راح يكون كالتالي لما انت تطرحين سؤال تنتظريني جاوبك وطبعا أنا ما راح أخذ سؤال منك آخر أنا ضمن الجواب أخي إماك وأرجع أنا ضمن الجواب أنا ضمن الجواب عد أخرامي الآن فما أحب أحد يقاطع من يتكلم أنا ضمن الجواب أنا ضمن الجواب الإشكال في القرآن وفي السنة فأنت كإنسانة فاضلة محترمة حاليا مسالمة تعيشين في أوروبا لا استمع على الكره لا استمع لكن أنت حاليا مشؤومة في الشريعة الإسلامية وطبق الشريعة الإسلامية فأنت يجب أن تتوب لله وأن تغير اسمك هذا أولا لأن حديث أنا آسف بس هذا الشريع يعني لا حياء فأنا آسف أبي بن كعب بحديث صحيح قال النبي من تعزى بعزاء الجالية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنه أنت يجب أن تشتمي حاليا بهن أبيك راجعي تواصلي مع أي شيخ وقولي له هذا الكلام المشكلة أين يا سيدة فينوس المشكلة خلينا نحط القرآن على جنب والتراث وكتب الأحاديث والتفسير على جنب المشكلة أن من شوه صورة النبي والله في التراث الإسلامي ما عندهم أي مشكلة أن يشوه القرآن فالقرآن لا يوجد دليل على وجود نسخة مطابقة لنسخة الرسول على أساس أنه نزل قرآن في ذلك الزمان فيا سيدتي الإشكال في القرآن وفي السنة في الاثنين فالقرآن جمعها وحرق بعضها عثمان ثم حرقها عبد الملك بن مروان وعمل نسخ جديدة ثم أتوا وعملوا نسخ جديدة ونسخ جديدة وفيها كلام لا يجوز أن يكون كلام خالق فالإشكال موجود في الاثنين وأنا أعالج الاثنين بس لحظة يا فينوس ممكن في النهاية أنا على خطأ يعني هذا غير مستبعد ممكن أنا إنسان على خطأ فأنا صار لتلت سنين بانتظار حدا يصحح مفاهيمي يمكن أنا فهمان الأمور خطأ لكن لغاية اللحظة كل شيء خطأ في الإسلام أنا رح أعطيك أنت حضرتك معلش ممكن يا سيدة مداخلة بسيطة لا 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 بس لكم ما هو سؤالك هو المداخلة في سؤالك أنت سألت رامي قلت له أنت بتعالج أو حتى الموجودين بتعالجوا الإسلام من المرويات ولا من القرآن تقصدين مرويات السنة صح يا أستاذة فينوس أنا فهمتك صح ولا لا برافو عليك طب حضرتك أنا هجاوبك بقى يا أستاذة فينوس لا تجاوبني لا تجاوبني لا 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 انتظر انتظر لا لا تجاوب مش مش مجاوبك أنت مش هجاوبك أنت أنا هقول للناس كلها أنا يعني هو الكلام أيضا أنا يعني أفعل اللي أنا ما بعتقد فيها فلا تجاوبك لا تعزبها لك طيب أنا مش عايزة القرآن أيضا رواية القرآن أيضا رواية مثله ومثل السنة يعني عشان بس عطيني تسلسل الآيات لحظة لحظة يا فينوس اسمعيني وبعدين يا عزيزتي القرآن أصلا هو رواية يعني القرآن نقل أيضا رواية مثله مثل المرويات ما يطلق أو ما أطلقت عليه أو من يطلق عليه السنة هو رواية يعني من يهرب من السنة إلى القرآن فقط ويقول أنه القرآن ولا يؤمن بالسنة لأنها مرويات فأيضا القرآن رواية ما هو أمامنا الآن هو افتحوا أول صفحة ستجدوا رواية حفص عن عاصر رواية كذا عن كذا هي أصلا رواية لكن الفارق أنا سأقول لكم ما هو الفارق أنا أقول لحضرتك والكل الموجودين نحن نعلم في الحديث السند عن مثلا عن فلان عن فلان عن هشام بن عروة عن 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 الصحابي عن الرسول نعلم تسلسل السند ومن روى السند أو من روى المتن من روى هذا المتن هذه العبارة مثلا التي قالها التي قالها مثلا رامي الآن من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكن نحن نعلم من قالها أبي بن كعب قالها وقال أني سمعت رسول الله يقول كذا هذا أول ثانيا مثلا الرجم الذي قلت أن المرأة كانت يهودية أنا آسف في الكلمة أنت لا تعلمين شيئا وتجهلين ما حدث رواية المرأة اليهودية أو اليهودي أو اليهودية التي زنت هذه رواية وحديث أما المرأة التي ذهبت للرسول ورجمت هي ليست يهودية هي غامدية مسلمة هي غامدية مسلمة هي ليست يهودية وماعز الذي أيضا رجم ليس يهوديا في رواية أكمل بس يا سيد سابينوس في رواية عطيني لا أبل أبل أعطين لا لا عزيزتي كمل وبعدين في رواية فعلا لليهود أنه كان الرجم في كتابهم وأتوا بالطورة ونزلت آيات وكيف يحكمونك وعندهم الطورة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين هذه قصة أما قصة المرأة الغامدية التي رجمت وماعز طبعا المشهور في الحديث ألف البخاري الذي ذهب للرسول وقال له أن يطهره من الزنا فقال له الرسول لعلك لمست لعلك قبلت لعلك لعلك فقال له الرسول طبعا في الحديث أنا آسف في الكلمة قال له أنكتها أنكتها ماعز لم يكن يهوديا يا أستاذ فينوس ماعز لم يكن يهوديا طيب هل تقولون أننا نهرب الآن من هذه الرواية أو ما في البخاري للقرآن فالقرآن ليس فيه الرجم والقطع ليس القطع حضرتك أنا آسف في الكلمة هنا سنذهب إلى علماء الأمة وتفسير الصحابة وما روي عن الصحابة يعني موضوع الرجم روي عن عمر بن الخطاب وقال أنه لو لا أنه لو لا أنه يعني أستاذ عيمات أنا عم قللك أنا ماني مقتنعة بهذا الكلام لي عم يستمر هو بشرحه إلي أنا اللي حكيته 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 أنا هو مش مستمر بالشرح فقط لحضرتك أحنا عدنا أكثر من 370 شخص الآن طيب هو الدكتور بشو دكتور بشو بس اسمعيني بس اسمعيني يا عزيزتي لما يكمن بعدين أنت حضرتك تسألي أنت دكتور بشو إذا كان هذا يهم الموضوع يعني راح يفيد النقاش أو اتعقبين بصورة أخرى أو تصححين المفاهيم اللي احنا ما فهمناها من حضرتك فخليكمل الدكتور لأن نقطع سلسلة أفكار بعض ما راح نقدر نجمع المعلومات بشكل صحيح ونطرحها بشكل صحيح دكتور اتفضل طيب أنا طبعا لا أحب أن أتحدث عن نفسي لكن بما أنها سألت وتريد أن تستفهم وتستعلم وتعلم ما هو مؤهلي في أي شيء أنا دكتور أنا طبيب معي إجازة في القرآن الكريم إجازة بقراءة حفصنا عن عاصم معي إجازة في الفقه المقارن والدراسات الإسلامية والشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر الشريف الشريف هذا بالنسبة لمؤهلي الذي يسمح لي بالتحدث في الشريعة بعلم بعلم وعن علم وليس عن جهل وليس من رأسي فأنا أقول دائما يا أستاذنا الفاضل وأنا احترامي لك وأنا أحب يعني احترامك وتقديرك لكل الموجودين لكن أقول دائما كلامه ما لا قيمة له لا قيمة له كلامه ما لا قيمة له وطبعا لا أقصد الاستنقاص لكن في الإسلام أنا آسف في الكلمة حينما تقول رأيا مخالفا لما أجمعت عليه الأمة لما أجمع عليه الصحابة لما أجمع عليه التابعين لما أجمع عليه العلماء بعدهم تقول لي دليلك البينة على من الدعاء حينما تقولين أو أي أحد غيرك يقول أني مؤمن بالقرآن فقط وليس السنة يقول لي ما هو دليله هل لم يقم الصحابة بالرجم هل لم يثبت عن الرسول أنه رجم هل لم يثبت عن الصحابة أنهم رجموا هل التابعين أنكروا حد الرجم من يقول ذلك فليأتي بدليل يأتي بدليل أما كلام من رأسه فأنا آسف سأقولها دوما أقولها دوما أي كلام أي ادعاء بدون دليل هو طريقه الوحيد هو سلة القمامة فقط لا فيما لهذا كلامك أو رأيك أو ما تعتقد بي أنت الشخصية آه هذا رأيك قبل أن أروح على ذينوس سؤال صغير للدكتور خالد دكتور خالد أنا في اسم ناسي ممكن تساعدني فيه فضل ابنه ابنه زوجة هلال ابن أمية اللي صار أمير على مصر اسمه لا الاسم اللي صار أمير على مصر هو عبد الله بن سعد بن أبي الصارحة وليس ابن هلال ابن أمية الاسم اللي ذكر هو كان اسم الرجل الذي وجد مع زوجته اللي هو شريك ابن سحمان اسم هذا لأنه فترة من الفترات كان أمير على مصر آه المهم يعني الاسم لأنه مش مذكور عندي في المصادر لا لا مش مذكور لا لا من ذكر اللي هو هلال ابن أمية حينما ذهب للرسول وقال يا رسول الله ذهبت إلى البيت فوجدت شريك ابن سحماء فوق امرأتي فقال له الرسول البيينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله يدخل أحدنا البيت فيجد رجلا فوق امرأته فيذهب يلتمس البيينة يعني سؤال بالعقل يعني واحد متجوز يدخل البيت يلاقي واحد نايم فوق امرأته فيطلع يجيب أربع شهود فقال فرد الرسول نعم البيينة أو حد في ظهرك البيينة أو حد في ظهرك فالرجل تعجب مرة أخرى حتى أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله والله إنا أقتلهم يعني أخرج ألتمس الشهود حتى يقضي الخبيث وحاجته يعني لما جيب الشهود واجي يكونوا في العمله ويطمع فطبعا حكم اللعان نزل هنا لماذا؟ لأن طبعا الطبيعي أن هذا الحكم كان قاصر يعني هذا الحكم أن الأربع شهود حتى مع الزوج قاصر هو فعلا لم يراعي أن فيه زوج ممكن يرى زوجته فالزوج أطلب منه أنه يخرج ويأتي بأربعة شهود وطبعا لازم يكونوا رجالة ولازم يكونوا عدول ولازم يروا المروت في المكحلة موال تاني هنا يأتي المرويات كما تقول الأستاذة هنا المرويات لماذا؟ لأني حينما أقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود لماذا نزلت؟ يعني إذا كان في حكم أن الزنا لابد له من شهود طيب اللعان لماذا جعد؟ هنا يذكر الحديث أو السنة السبب سبب هذه المرويات وأنا أقول كما قلت سابقا كلمة بسيطة أن القرآن أيضا هو رواية بل أني تحديت كل المسلمين كل علماء الإسلام ائتوني ائتوني برواية واحدة صحيحة السند للرسول في القرآن رواية واحدة فقط واحدة فقط صحيحة السند متصلة للرسول في القرآن وطبعا أنا أسف كلمة لم يستطع ولن يستطيع كل علماء الأمة إلى أبد الآبدين أن يأتوا برواية واحدة فقط صحيحة السند متصلة للقرآن حيث لك أستاذنا الفاضل أستاذ ماد حبيبي أبقى معي دكتور خالد أنا أشكرك صباح الورد من كندا فينوس عزيزتي أنت السماعتي أولا أنت طلبتي من دكتور خالد أن يعرف لك نفسه هو يعرف لك نفسه أستاذ رامي صدقيني صدقيني بس لحظة فينوس لا تصدقين أحد هنا أنا يتكلم عن شيء هو ما يعلم به أو هكذا سنوات من عمرا في تخصص في هذا المجال بس لح تقلك أنه أنا دارسة حقوق دارسة شريعة لذلك أنا لما عم بسأله أنا بعرف شو عم بحكي وأنا دارسة عن علم هذا الكلام وأنا بدي أقول للأخ رامي أنا مو كلامي للدكتور خالد لأنه هذا الكلام اللي عم يحكيه هو عم يطعن بالرسول فكيف بدي أنا أحكي مع شخص هو أساساً طعن باللي جاء بالرسالة هو حافظ المرويات اللي كتبت دوانيقي أبو جعفر المنصور هاي الكلام اللي عم بحكيه الأخ رامي إذا كان بهمه يقرأ الكتاب علمية اللسان العربي اللي بيقرأ علمية اللسان العربي ما عد في داعي ليسأل حدا ولا لحتى يدور عن مين يفسر له القرآن اللي هو موجود إلى يوم يبعثون واللي بيقول أنه الرسول جاب من كلام من اليهود أو من المسيحية أنا نفس الشي بيقدر قول أنه موسى جاب من السومريين لأنه أسطورة قلقامش هي موجودة كانت جاءت من السومريين بأسطورة قلقامش بيطلع بيطير للسماء الرابعة وبيعرج للسماء الرابعة وهذا صحيح لا لا مش أن تقولي وهذا صحيح للباحث الآن يمكن أن يتأكدوا حتى آدم أنا قلتها قبل شوية بنايد بنايد أرجو الأخذ تبين وسيتكمل للآخر ما نقاطعها لأن أنا راح يكون عندي جواب صادم بس خليه يتكمل للآخر بنايد أنا أقدر أقول وأنا أقلك لو أي شخص اليوم يبحث راح يجد أنه آدم وإدريس ونوع كلها قصص من ما قبل بنايد هو عيسى المسيح بنايد شو كمان بدت نبوخز نصر كان نبي حمرابي كان نبي رب العالمين قال بكتابه أنه هناك أنبياء كانوا أنبياء وهم كلهم مأخوذة من هذه الحضارات السابقة والآن تقولين رب العالمين قال تمام 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 ليش ليش لأنه من خلق الإنسان إلى يومنا هذا دائما في علامات للإنسان لتهديه من ضلال معين من انحراف متى تقصدين خلق الإنسان من متى يعني يعني من زمن السومريين أقدم أقدم حضارة لا متى يعني من متى خلق الإنسان حسب الشريعة الإسلامية اليهودية حسب حسب التاريخ حسب التاريخ ما تؤمنين بخلق آدم نعم ما تؤمنين بآدم أنه خلق وبعدين أكل من التفاحة لا 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 هذا اللي كتبه أبو جعفر المنصور أنا لا أؤمن فيه نهائيا اللي كتب لي بس اسمه آدم وحوا هذول اتنين هم العلامات أنا أؤمن أنا أؤمن ب رامي أنا أريد أوصل إلى هذه النقطة لا 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 هي 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 خليها هي تكمل لان انت لما تتحدث هي تغير المسار لا لا انا ما بدي حتى غير كملي مع انقاطعك اي اي ما بدي غير استاذ رامي انا هاي قناعتي و انا من متابعي و معاه كمان بالجروب سامر سلمبولي اكيد سمعانين بسامر سلمبولي اشهر من انه يعرف يعني اقرأ مثل ما عم قللك و جدلية اللغة العربية جدلية اللغة العربية اللي كتبها من العراق و علمية اللسان العربي لحتى نعرف شو يعني القطع شو يعني البتر شو يعني الرجم شو يعني الفاحشة الفاحشة اللي موجودة اصلا بالقرآن هي عبارة عن استاذ رامي عاسف بعد ذي نوس المايك اليك استاذ رامي هس ارجع انا الفاحشة اللي بيأتيها الرجال وبتأتيها النساء هي عبارة عن المثلية اليوم حاليا اجت من 1400 سنة واللاتي واللاتي يأتينا الفاحشة من النساء كل الفاحشة غير الزنا والفاحشة هي فتاة مع فتاة لسبيان الرجال هي اللي عم نسميه حاليا المنقول غي او بعبارة اوسع المثليين فلذلك كل شي موجود بالقرآن لكن انت عرف عرف اللغة العربية و مو اللغة العربية طبعا قوم قريش مو لغة عربية اللغة العربية اللي نزل فيها القرآن وليس اللي كانت تحكي فيها القبائل القبائل كان عندك باليمن في قبائل بقر بشبه الجزيرة في قبائل وبالتالي القرآن اجا بخلاصة هاي اللغات لانه هو مانو من شخص مو الرسول هو اللي كتبه دليل انه ما حدا قدر يجيب لحد الان المرويات اللي موجودة بالقرآن واللي رح ادهشك فيها المعلومة التالية القرآن من الدفة الى الدفة يعني المصحف يحتوي حوالي 25% منه دين فقط الباقي عندك آيات علمية الثلاثة هي الأحاديث اللي بتروي مثل قصة سيدنا يوسف مثل قصة سيدنا موسى مع الخضر وبالتالي اللي بيفهموا انه كل آية او كل ما ورد شيء مثل وقتلوهو ما في قتل ما في قتل بالإسلام لانك تأسلم انت حر كيف بدك تكون انت حر وعندك حرية الاختيار اصلا كيف بده يحاسبك هذا الرب اذا هو فرض عليك انه يا بقطع لك راسك يا بتأسلم كيف بده يحاسبك انا فبالتالي القتل القتل كانت على دور الرسول بهديك الفترة والرسول هو رسول ونبي النبي هو القائد اللي بيكون للمجتمع بعض الرسول ما كانوا انبياء بس رسول وبعض كانوا انبياء ورسول مثل سيدنا موسى وسيدنا محمد رسول ونبي النبي هو قائد لذلك بيقول باية الطلاق يا ايها النبي ما قال يا ايها الرسول لانه يا ايها النبي لم تحرم رب العالمين عم يقوله ليش انت عم تحرم شي ما انا طلبت منك انك تحرم وبالتالي لا اكراها في الدين لا اكراها في الدين كل انسان حر يعبد الحجر يعبد الشجر يعبد محمد الشحرور انت تابعي طبعا طبعا محمد شحرور محمد شحرور اكيد هذا كلام محمد شحرور خلصت سيدة بينوس محمد شحرور ايه واضيف صوتك 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 ما في صوت 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 ما في صوت صوت ما في صوت عندك انا انا عامل محمد لحالي ما ادري شكرا طيب فينوس الان المايك رح يكون عند رامي بس اطلب من كل اللي موجودين بس كبسوا وشيروا اللايف وانت ذكرت كثير من المعلومات طبعا كارثة بس مو مشكلة خلي الروح يم رامي الان انا اعتقد رامي مرح يقصر تحياتي الى كرامي المايك ويا تحياتي لصيدة فينوس بس اللي طالبي القيست اكتبوا حتى اعرف اطلعكم انا اللي ما كاتب ما اعرف ودكتور خالد اذا عندك مجال ايضا اطلع دكتور خالد هذه المعلومات كثير مهمة اتفضل أستاذ رامي تحياتي للسيدة فينوس واتمنى انه هي تكون بغيفة عندي في بثاتي ايضا مثل بثات الاخ ايمات سيدة فينوس اول ما دخلت انا تابعتك استاذ رام شكرا شكرا راح اتابعك سيدة فينوس اول ما دخلت قالت انا مسلمة ومحجبة واصلي واصول هيك عرفت عن نفسها وقالت انها درست الشريح وهي درست اللغة العربية ونصحتنا بكتاب انا ما ما بدي اقراها اصلا اه فانا حاليا راح اثبت انه هي انسانة حاليا تعيش حياة ضد مبادئها لان مبادئها هي ضد التراث الاسلامي والمرويات والقرآن كتاب ناقص دون السنة القرآن كتاب غير مفهوم جملة وتفصيلة جملة وتفصيلة ففي البداية انا اتمنى مداخلاتك سيدة فينوس ما تكون خطابات يعني خير الكلام ما قل ودل والجواب يكون على اد السؤال حضرتك تفضلي قولي لنا ما هي طريقة الصلاة التي تصلينا بها كمسلمة تفضلي الصلاة يعني كيف بدي صلي انا بجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح تصلي لوحده يعني بصلي ثلاث اوقات الصبح كم رقعته تصلي تنتين سنة وتنتين فرض انت ما تؤمنين بالسنة لا لا ما بؤمن لكن انا بصلي تحببا لا سيدتي لا لا ماكو تحببا انت تقولي انا 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 بصلي زيادة يعني يعني انا وين مذكور في القرآن هذا الكلام كل القرآن مذكور فيه اقم الصلاة اقم الصلاة لدلوك الشمس لما نتكلم توقفي وانا اكثر الناس احترمتك وقلت ما حدا يقاطعها انت انت قلت المرويات ابو جعفر المنصور يعني يعني انت ترفضين السنة كاملة وانت قلت ان رامي طعن في النبي وانا اتحداك انا اتحداك تأتين لي بكلمة واحدة لا مو انت مو انت خالد 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 ايه انا لا صحح لا انا ما التعام سيدة فينوس سيدة فينوس هيك ما يمشي الحوار هيك ما يمشي الحوار انت رميت المرويات كلها في سلة فانت تمسكت في القرآن فقط ولسه جايلك على القتل لسه امامك مشوار طويل لكن خليني في انه انت انسانة تعارضين نفسك وتعارضين مبدأك اتفضلي يا اما تقولي انك فقط قرآنية وشحرورية يا اما تقولي انا قرآن وسنة ما في وسطية ما في عرفي عن نفسك بالضبط انت تصلي يعني انت انا قرآنية 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 صلاة الصبح في القرآن كم ركعة ركعتان اعطني اعطني الدليل وانا اعتذر منك من القرآن انا ما عم اقل لك اقيم الصلاة لدلوك قلت من القرآن اعطني هاي من القرآن معنك سمعان بآية اقيم الصلاة لدلوك الشمسي الركوع بالقرآن فيه الركوع والسجود اعطني ان صلاة الصبح ركعتين هيك بالداد نعم طبعا الله لك انا رح قل لك شغلة رح قل لك شغلة مشان نوفر عليك الصلاة صنة عملية الصلاة والحج هل تؤمنين بالصنة العملية نعم نعم لا لحظة عماد 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 ارجوك ما هي الصنة لا عماد لا انا بجاوب لوحد ما هي الصنة العملية الصنة العملية هي صلوا كما رأيتموني وصلي والحج والحج اجت بالقرآن كمان الحج خلينا في الصلاة خلينا في الصلاة صلوا كما رأيتموني وصلي من اين اخذتيها من اين كتاب منين اخذتها ما اخذتها من كتاب هي موجودة اخذتيها من مين من مين بالقرآن بالقرآن موجود كما رأيتموني وصلي بالقرآن موجود واطيع الله واطيع الرسول بالقرآن نتكلم مع بعض لما نتكلم مع بعض ما نسمع بعض لو سمحت السنة العملية اخذتيها من مين طيب انت عم تسألني هلأ انا جاوب ولا ما جاوب 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 انا عم قل لك اخذت من القرآن اعطني من القرآن يعني السنة العملية على جنب طيب فين مكتوب صلوا كما رأيتموني وصلي في القرآن فين مكتوب من من سيدنا علي الحسن الحسين علي موجود في القرآن القرآن كلام الله ام كلامه علي لا 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 انا مين كان مين كان مع النبي مين كان معه مرافقه انا يا سيدة الفاضلة يا أهم نتكلم في المرويات يا أهم نتكلم في القرآن اختاري اختاري لا تكوني القرآن فين مكتوب في القرآن صلوا كما رأيتم ونيو صلي فين مكتوب وأطيعوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا أولا هذا شرك لأن الطاع لله وحده لا شريك له ولا يجوز لا لا مشرك لا مشرك شرط حاليا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طيب معنات على هل حالة سيدة فينوس سيدة فينوس أنا 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 لكي أقلد النبي الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول معنات على هل حالة أنت هلأ كثرت كل الحاخامات لا سيدة فينوس كل الباباوات التزمي لما أكمل أعطيك الوقت التزمي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جيت معك جميل جدا طيب أنا حتى أطيعوا الرسول ليس لازم أسمع كلام الرسول أين قال الرسول أطيع الله صلوا كما رأيتموني أصلي أين قال حتى أطيع أين قال تفضلي شفت يا هم نعطيك الوقت يعني بس أنت لا تخاف أنت سألني كل الأسئلة سألني أنا لأنه ما بعرف أحكي هاته سألني كل الأسئلة سألني السؤال واحد أعيد السؤال سؤال واحد يا أعيد السؤال أنت قلت بأن في القرآن مكتوب أطيع الله وأطيع الرسول شفت إسلوبك شفت توترك أعيد السؤال أعيد السؤال بس أعيد السؤال رامي 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 محمد محمد عزيزي أبو أديب أي شخص موجود إذا ما أسمح بالمايك لحد يفتح المايك أنا ما أسمح بالمايك أنا أدير الحوار في هذا المكان أرجوكم ممنوع واحد يقاطع أي شخص متكلم الآن الحوار بين رامي وبين فينوس ودكتور خالد وأبو علي يشتركون في هذا الحوار لمن بعد فينوس أرد أعطب